والحياة فيه حالة من الغضب الشعبي المتواصل من قرار رفع أسعار رغيف العيش كان أحدث هذه الإجراءات كلام حزب التجمع واللي طلع بيان بيرفض فيه الزيادة وبيعتبر أنه تبرير الحكومة بتمويل تغذية المدارس وطلاب المدارس والوجبات المدرسية بأن أنت كده بتاخد من الفقير عشان تودي الفقير برضو فأنت كده عملت إيه ده البيان اللي طلع من حزب التجمع بيرفض فيه زيادة سعر رغيف الخبز ويقول بأنه يؤكد الحزب على اختلافه مع اتجاه تحريك سعر رغيف الخبز حيث يمس أحد الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المصريين في ظل مستوى الدخول المتاح فئات تنفق من دخلها ما يصل لـ 55% على الغذاء من الأطعام الرخيصة والتي تعتمد في الأساس على رغيف الخبز تمويل برنامج لتغذية طلاب المدارس وهو أمر محمود لكنه لا يتحقق بالأخذ من الفقراء لإعطاء الفقراء وخلي بالك ما هو أنت أنت بتاخد من العيش اللي هو الراجل اللي مش لاقي يأكل الرغيف عشان تدي للطلميذ اللي أنت عايز تعمله وجبة مدرسية إيه المنطق في اللي أنت بتعمله طب أنت عايز توفر زي ما قلنا عايز تعمل قبل كده تغذية للمدارس ما أنت ممكن توفر من حاجات كتير قوي بنود كتير قوي ما لهاش لازمة في الاستهلاك زي القطر الجديد والمونوريل والعاصمة الجديدة والمش عارف إيه ما دي كلها بنود تكاد تكون من الكماليات مش هيستفيد منها الشعب بلاش كده روح لمراكز بحوث كليات الزراعة اللي في كل محافظة والمدارس الزراعية خليهم هما اللي ينتجوا الوجبة المدرسية وتبقى أنت عملت تشغيل مشترك يعني قدامك مئة فكرة تطلع بيها الفكرة بتاعت تغذية المدارس غير أن أنت تاخد من الريف العيش إلا إذا كان الموضوع بقى سايل وفوتز زي ما قلنا والقصة بتاعت السبوبة لحاجة تانية إنما بقى المفاجأة النهاردة أن وزارة التموين تطلع تقولك إيه قالك لأ ما فيش زيادة في سعر الريف العيش الله إيه يا جماعة مش قلته أن في زيادة وطلعوا عشرين قرش وطلعنا وقالك انتصار لإرادة الرغيف قدام المواطن وحاجات كده رغم أن وزير التموين طلع قال من كام يوم أن احنا بندرس توجيهات السيسي حول رفع سعر الرغيف طلعت وزارة التموين نهاردة تقولك لا لا زيادة في سعر الرغيف تم مال إلا هيحصل قالك هيجري إعادة تقسيم التكلفة حاجة كده ما تفهمش اللي هو يعني يقصد إيه بس قد يا وفق أخبار اليوم أكد مصدر مطلع في وزارة التموين والتجارة الداخلة بحيث ان تكلفة الرغيف نحو خمسة وستين قرش تقريبا يدفع المواطن خمس قرش منها فقط والبقي تتحمله الدولة وإنما يتم دراسته لأنه هو إعادة تقسيم هذه التكلفة من المواطن والدولة ممثلة في وزارة التموين وذلك وفقا لتوجيهات القادة السياسية أيوة يعني هتعمل إيه؟ ما تفهمش بس هنعيد تقسيم التكلفة خبر تاني بيفكرك بوزير التموين لما طالع قال لك نحن ندرس توجيهات الرئيس حول الخبز لاتخاذ قرار حلو كده فأنت من تشفاهم يعني إحنا هنعلي الرغيف والعشرين الرغيف ما ينفعش يبقوا بالتمن سجارة ولا مش هتعليه والموضوع لسه قيد الدراسة ولما هو قيد الدراسة طلع ليه السيسي وقال أنا هشيل الليلة وإنا لازم ما حدش يقول لي ما تقربش لأ هقرب التضارب ده حاصل بسبب الخوف بحسب كثير من المراقبين من رد فعل الشارع عشان كده فيه تقارير نشرتها بعض المواقع النهاردة طلع بتقول إنه النظام قرر وبلا استثناء تأجيل رفع سعر الخبز مؤقتا خوفا من الغضب الشعبي على العرب الجديد هوا مناورة تجنبا للغضب الشعبي لبي حسب العرب الجديد كمان الصحة في واي الأنديل دخل على المخط الموضوع وعلق على التضارب في القرار والتضارب في التصريحات بشكل ساخر إلى حد ما فكتب بيقول قالك مرة واحد قال ما حدش يقول لي ما تقربش من سعر الرغيف لا هقرب فانطلقت الهتفات تردد الله على حكمة القائد الملهم وبعدين فجأة خاف وقرر ما يقربش في الوقت الحالي انتظر هو بيقولك بقى واي الأنديل اليومين الجايين يعني انتظر فاصل كوميدي جديد من الذين قالوا إن زيادة سعر الخبز قرار حكيم وشجاع من أجل مصلحة الوطن ولا رجعت فيه وهم يرحبون بالتراجع والخوف من تطبيق القرار ويعلنون أنه منتهى الحكمة والشجاعة أيضا ما هي دي الفكرة أو خلي بالك هي القصة كلها قائمة على فكرة إيه اللقطة والجوقة المشكلة لحالة القرار يطلع الزعيم يقولك بناءا على ما وصلنا إليه من ظروف وأوضاع اقتصادية رهيبة قررنا إن إحنا لازم نغيف العيش ما ينفعش يفضل بالتمن ده تصفيق حدوى تهليل وانتصار لإرادة الرغيف وما ينفعش الرغيف فعلا كان يفضل طول السن دي كلها كده وبعدين ممكن يرجع يقولك لا بس والله إصلاحنا لقينا أن الوضع صعب واقتصاديا المواطن فعلا حرام يستحمل الكلام قالك صح قرار حكيم فعلا ما ينفعش على فكرة والله العظيم سنة واحد وستين جمال عبد النصر بعدما انفصلنا عن سوريا كنا عاملين واحدة إحنا الجمهورية العربية المتحدة يهبة مصر وسوريا فجلس سنة واحد وستين حصل انقلاب عسكري في سوريا وسوريا وقرروا ينفصلوا حلو كده فاك كل ارتبط فطلع جمال عبد النصر خطاب ده موجود والله على اليوتيوب عشان بس انت تعرف ان الحاجات بتعيد نفسها بالزبط بالملي يعني طلع عبد النصر قالك إيه عندما علمت بأن الانفصاليين في سوريا المتمردين قرروا أنهم يخرجوا على قرار الجمهورية العربية المتحدة أصدرت أوامري للجنود وللجيش وللمظليين المصريين بأن يطيروا فورا وينزلوا في اللازقية لإحباط هذا المخطط الانفصال الآثم طبعا حلة من التصفيق الرهيب مش عايزة أقولك بقى هتشوف فيديو ده طه الله أكبر يا ناصر أحد العربية وبعدين ما فاتش خمس دقايق في الخطاب فتجعل إيه ولكني جلست وتفكرت هل يقتل العربي وأخاه هل يسفك الدم العربي بالدم العربي فعدت وقررت بأن تعود القوات مرة أخرى إلى مصر نفس التصفيق والله العظيم أقسم بعز الجالة نفس التصفيق وبنفس القوة ونفس الوتاف ونفس الحرارة هي كده هي ماشية كده أنا بجيب لك المثل علشان مش عشان أدحكك والله بس عشان أقولك إن إحنا ماشيين في حاجة بنعيد تجربة 50-60 سنة فاتت من فضلك بطل تسقف بس فكر أنا بس لشغال لي بقى البوزة اللي تكلم عليه يا أحمد كريمة هتطلع حلال ولا حرام مش عارفين لسه ويطلع بقى أكيد يصحح الأمور لأنه مبارح قال إنها حرام وأنهم بيستخدموا العيش والبوزة صحيح موقفه صعب فعلا الدكتور كريمة دولت يطلع يقول لنا حلال والبوزة حلال أهم حاجة البوزة لكن الحقيقة بقى أنه رغيف العيش مش بس هو اللي بيكوي الغلابة فيه كمان فواتير الكهرباء بتصعق الغلابة يعني عندك مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة الشهر ده هتلاقي الأسعار الجديدة هتلاقي في وسط موجة الحر فاتورة كهرباء أغسطس الأعلى زيادة في التاريخ شوفوا عشان بس إيه المصرين يبطلوا يسقفوا بس شوية فاتورة كهرباء أغسطس الأعلى زيادة في التاريخ إحنا بنحقق أرقام تاريخية يا جماعة يعني المفروض الريكورد دي الحاجات دي ما نسكوتش عنها والله حاجات دي تتسجل ندخل جنس كده ونيجي نصور برضو ما وحاجات إنجازات تحية مصر